وننتقل لعام 1912 وجلسة يوم الجمعة 16 فبراير 1912 الجلسة دي شهدت حدثين همين الحدث الأول اندمام شخصية كبيرة من الشخصية للقصيات الوطنية لللجنة العليا للنادي الأهلي وهو أحمد شفيق باشا ومهم اننا نقول لكم نبذى سريعة عنه عشان تعرفوا قيمة اللي تولوا إدارة الأهلي في سنواته الأولى أحمد شفيق باشا من كبار المؤرخين في العصر الحديث ولد في 28 مايو 1860 بدأ تعليمه بالقاهرة ثم تخرج في مدرسة العلوم السياسية ثم مدرسة الحقوق بباريس عمل سكرتيرا لناظر الخارجية ثم سكرتيرا خاصا للخديوي عباس حلمي الثاني ثم مدير ديوان الأوقاف الأهلية عام 1910 وفي عام 1921 تفرغ للكتابة عن تاريخ مصر الحديث فكتب عدة مؤلفات مثل حوليات مصر السياسية وهي موسوعة سجل فيها تاريخ مصر من عهد محمد علي حتى سنة 1924 وألف كمان بالفرنسية كتاب الرق في الإسلام ومصر الحديثة والنفوذ الأجنبي بها وقناة السويس مفخرة القرن التاسع عشر ومذكراتي في نصف القرن وتوفي في 17 أكتوبر عام 1940 الحدث الثاني